افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء المؤتمر الدولي الثالث للطاقة المتجددة تحت شعار المدن الخضراء المباني المستدامة والطاقة المتجددة والذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة وبحضور رؤساء الشركات وكبار المسؤولين والمختصين وأكثر من 150 شركة من الشركات الصناعية والهيئات الحكومية بمملكة البحرية وقد قدم الدكتور ميرزا عرض مرئيا شاملا لموضوع إنجازات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرية كما تحدث عن الأهداف الوطنية التي اعتمدتها الحكومة الموقرة في هذا الخصوص لبلوغ نسب محددة من الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2025 وتشكيل لجنة وطنية يرئيسها وزير الكهرباء والماء وتضم كبار المسؤولين بالوزارات الحكومية حيث من المتوقع تنفيذ الخطتين أن تنفيذ الخطتين سوف يؤدي إلى توفير مبلغ حوالي 260 مليون دينار بحلول عام 2025 كما تحدث الوزير أيضا عن نظام صاف القياس وأضاف الوزير أن الحكومة اعتمدت دليل المباني الخضراء الذي يحدد شروطا اختيارية بجانب الشروط الإلزامية الحالية يمكن المؤسسة تطبيقها في مبانيهم ومنشآتهم لجعلها خضراء صديقة للبيئة ومنتجة للطاقة النظيفة وفي ختام كلمته شكر الوزير المنظمين لهذا المؤتمر والمتحدثين والمشاركين هذا وتنظم جامعة المملكة هذا المؤتمر الدولي للمرة الثالثة على التوالي حيث يحاضر في المؤتمر متحدثون متخصصون محليون وإقليميون ويركز على عرض الأبحاث والدراسات المتعلقة بتغير المناخ وإعادة تدوير النفايات وفرص ريادة الأعمال في الطاقة المستدامة كما يسلط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والمناخ والمحافظة على البيئة كما يهدف لاستعراض أهمية إقامة المدن الخضراء لمستقبل أفضل للأجيال القادمة مملكة البحرين تبنت دليل المباني الخضراء مؤخرا ودليل المباني الخضراء يشتمل على اشتراطات إلزامية كما هي موجودة الآن في برنامج الإلكتروني بنايات لرخصة البناء ولكن بالإضافة إلى ذلك الدليل المباني الخضراء يشتمل على 64 اشتراطات اختيارية ويستطيع صاحب المبنى الجديد أن يتبنى أي من هذه الاشتراطات الاختيارية وسوف تعطى له تصنيف أو قيمة على كل اشتراط اختياري يختاره وإذا جمعنا الاشتراطات الاختيارية مع الاشتراطات الإلزامية فيمكن تقييم المباني وتصنيفها على أساس كيفية الكفاءة في استخدام الطاقة ومن المؤمل أن هذا يعدي إلى كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بنسبة 30 إلى 40% في المباني من الطاقة والمياه وكذلك مملكة البحرين لديها مشروع لإدارة المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة وهناك شركات عديدة تريد أن تستثمر في هذا المجال وخصوصا أن التقنية الآن تقدمت لدرجة أنه أصبح بالإمكان وبكلفة متواضعة تحويل المخلفات إلى طاقة نظيفة لا تؤثر على البيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر